موسيقى موسيقى وهذه التي بعدها نعرف الميتيريال نعرف الف سيو والاف واي من ديفاين نذهب من ديفاين ميتيريال بروبرتيز طبعا معنا قائمة هذا الديفولت في البرنامج طبعا هذا خاص بالستخدام وهذا خاص بالخلسانة وهذا خاص بحديد التسريح بالكود الامريكي نختار وطبعا سوف نعرف أول حاجة سوف نعرف الآن الف سيو للخلسانة فبيقول لك هنا المنطقة التي أنت فيها توفر معك للصين وأوروبا وإنديا وإيطاليا المادة هذه تنفذ وين وأصلها فنختار لأنه لا يوجد بلادنا أو بلدك في هذا المكان إذا كان لا يوجد فلا تختار ما في أي مشكلة تختار يوزر لأن إحنا طبعا عندما تختار أي دولة بتكون متخلات المادة مضابقة لمواصفات هذه الدولة نختار يوزر ونختار نوع المادة اللي سوف نعرفها أولا نقولنا الكونكريت ثم نختار أيش أوكي نسمي هنا FCO نسمي F FCO بساوي طبعا كانت الـ FCO حقنا استخدمناها في كل تصميمنا في الباب الخامس كانوا شو هنسين لو تراحضوا أنه جميعا في جميع افتراضات التصميم في الباب الخامس مثلا لو بدأنا بأننا صممنا الـ Grid Beam قلنا أننا سوف نستخدم FCO كم عشانسين FCO 25 لاحظوا FCO كم FCO 25 وبالتالي سوف نكتب هنا هذا التسمية فقط 25 25 نيوتن نيوتن لكل مليمتر مربع تمام؟ أو ميجابة سكاة ميجابة سكاة نفس الوحدة طيب نختار نوع المادة كونكريت وأيضا ممكن تغيير مهنة وبيقول لك Directional Symmetry Type Isotropic or Ordetropic طبعا الخرسانة مادة ايزروبية يعني ملتشابهة الخواص بجميع اتجاهاتها يعني إذا ضغطتها من الاتجاه مثلا يمين يسار أو من الأعلى إلى الأسر تكون نفس المادة بعكس الخشب الخشب يتكون من شرائح رأسية لكن لو جيت تضغط أفوقيا بيختلف مقاومته طبعا هذا الكلام إن شاء الله بالنسبة للتفاصيل هنا نحن هنا بالنمذج المبنى يعني على أساس أنك فاهم من البرنامج نحن إن شاء الله شرحنا طبعا نحن شرحنا البرنامج وجميع القوائم هذه وجميع يعني بالتفصيل في كورس قبل هذا قبل هذا النمذج أو قبل هذه المقارنة طيب هنا بتختار يقول لك كثافة الخرسانة المسلحة طيب وعاملها هنا 23 نحن كثافة الخرسانة المسلحة نستخدمها كنا نستخدم عندما نوجد الوزن عندما أوجدنا الوزن أو عند حساب الأحمال لازم تكون دقيق فيما يخص المتخلات طيب عندما كنا نحوض حسبنا وزن البيم ضربنا في 24 كثافة الخرسانة المسلحة 24 حتى تكون القيم الطابقة ندخل 24 طيب طبعا بالنسبة للكثافة للكيلو جران وكل متر مكعب حتى تتغير ما عليك لأننا نقرأ هنا حتى يكون بتحويل البرنامج من تلقى نفسه طيب معامل المرونة معامل المرونة كنا الخرسانة كم بالكود البريطاني لاحظوا معامل المرونة بالكود البريطاني 5.5 جذر FCU لمدة M أو ممكن نستعمل هذا الجدول لإستخدام القيم المتوسطية النموذجية التي لاحظ المرونة وإذا كانت FCU 25 فإنها من 11 إلى 11 ويمكن استخدام المتوسط 25 وقلنا أن الإيجاد المتوسط يستخدم هذا القانون الذي EC يساوي 20 زياد بوينتو FCU خلونا الآن معانا FCU حقنا 25 أن أخذ معانا المرونة الاستاتيكي 25 طبعا 25 لاحظوا هنا كيلو نيوتن لكل ملي مربع وفي الإيتاب هنا ميجا باسكال وميجا الميجا باسكال هي نيوتن لكل ملي مربع إذن لازم نضرب 25 في 1000 حتى يتحول من كيلو نيوتن إلى نيوتن وبالتالي سوف يكون 25 في 1000 يعني ثلاثة أصفار لازم تكون دقيقة بمتخلاتك بالنسبة لمعامل باوسون ذكرنا أن معامل باوسون للخلسانة في حالة التحليل الخطي كم بوينتو إذن هنا بوينتو خلص بالنسبة لمعامل التمجد الحراري سوف نخلي زي ما افترض البرنامج بشيش على اثنين في معامل باوسون زائيا واحد هو البرنامج تلقائيا بيقوم يضرب في القانون ويعوض في هذه النقطة طيب ندخل إلى الأخير إلى وندخل هنا كم قيمة الاف سيو أصلا هي 25 أوكي أوكي طيب الآن نعرف مادة مادة الحديد الذي كم افواي كم 460 احنا احنا صممنا معانا افواي 460 وايضا افواي 250 عندما صممنا الكاناة طيب طيب فندخل إلى هنا اختار يوزر ونختار هنا ريبار حديد التسليح ريبار ونختار ايش او ممكن خلونا نعمل مودفايل كنترول سي تمام اوكي نعمل ايش ونختار هنا ريبار اوكي ثم نسمي هنا كنترول في ونغير من اف سي او الى افواي اذا افواي بساوي كم رينج من سبعة وسبعين الى سبعة وسبعين او الى سبعة وسبعين ونص او ثمانية وسبعين احنا ممكن نعملها تم سبعة وسبعين ونص كيلو نيوتن لكل متر مكعب بعد ذلك قلنا دعم هنا عشان يتغير يتحول من الكيلو نيوتن الى كيلو جرام بالنسبة لمعامل المرونة للاستيل معروف انه معامل المرونة للاستيل ثابت راح دعوش عن دس معامل المرونة للاستيل كم مئتين كيلو نيوتن لكل ملي متر مربع مئتين كيلو نيوتن طيب في الايتاب هنا بالميجاباسكال في نيوتن فنضرب مئتين في ألف وتكون مئتين في ألف في ثلاثة أصفار واحد اثنين ثلاثة لازم نعمل بهذا الشكل ندخل الى مدفائش ميتيريا البروبرتي هنا بيطلب منك في اتاب يفصل ويطلب منك تدخل مقاومة الخضوع ثم بعد ذلك مقاومة الشدة الأقصى طيب مقاومة الخضوع حقنا 460 بالنسبة لجهاد الأقصى زي ما وضحنا في الشرح هذا هو ميكس ماكسموم تنشير طبعا هذا ينتج عن طريقة الاختبارات المعملية لازم يكون اختبار لكن الكود البريداني قال طبعا في منك لا كود يختلف قال ممكن في بعض الأكوالات نقدر ضرب 460 الجهاد الخضوع في 1.25 يعني زيده بنسبة 25% الكود البريداني ذكر في كتاب تحدي 187 طيب هنا بيقول ايس expected yield strength FYE يعني اجهاد الخضوع او اجهاد الحديد التسريح المتوقع المتوقع يعني ايس الذي ناتج من عملية التصنيع احيانا احنا عندما نصمم بنصمم على اساس 460 لكن في الواقع عندما دلوح يعمل اختبار للحديد التسريح يبي صنع بتجده انه ايس اكبر من 460 هذه القيمة ايس ايس الاجهاد الخضوع لكن في الواقع لازم يكون على اقل الاجهاد يبيننفذ للحديد اكبر من ذلك طبعا ايضا هذا لازم ينتج من الاختبار نعمل اختبار للحديد لكن احنا كم صممين لا نعرف ذلك فممكن بنزيد بنسبة 10% فبنضرب 1.1 في 460 تمام اوكي وايضا هذا كم بنضرب ايضا 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 الاجهاد المتوقع ليش الاقصى الناتج من المصنع هذا عندما يصنع الحديد ما بيصنعش الحديد على اساس ان الافواي حق 460 لا في زيد بيكون ايش اكبر ايضا ايضا هذا بيكون نفس الشيء 487 ضربه 1.1 يكون 1.1 في 487 487 اوكي طيب اوكي اوكي بعد ذلك معنا if y كم بس عشان ننسخ هذا التسمية عشان ما نكررها اوكي معنا if y 250 يسمى صممنا حديد القص او الكانات ممكن نختار هنا add copy عشان ما نكرر نختار add copy ونعمل هنا control v ونغير هنا if y v if y v سميها في الكود الابداني الذي 250 ونكتب هنا 250 طيب ايضا الريبار والكثافة نفس الشيخ 700 وقع النص ايضا معامل المرونة نفس الشيخ الحديد فقد بنجي نغير هناك 250 وهناك 287 وهنا نضرب 1.1 1.1 في 250 وهنا نضرب 1.1 في 287 طبعا عند ممكن يا بش مهندس تضع الكل ممكن تضع الكل 250 250 250 ما في اي اشكالية يعني ما اذا اكتبتم كل 150 ما في اشكالية حتى في بعض البرنامجر اخرى لا يعمل هذا طبعا الاتاب يفصل اكثر فيما يفصل الحديد لكن اهم اكثر شي هو اجهاد الخضوع يدخل في المعادلات اوكي اوكي خلاص انتهينا من تعريف الFCU والFY 460 والFY V 250 اوكي اشتركوا في القناة